بالأمس أستاذ أحمد وقد انتهينا الآن من ملف القرد الحسن وأرجو أن لا يكون ملف القرد الحسن قد انتهى نتيجة هذه الضربات الإسرائيلية الأليمة بالأمس استضفنا جنرالا لبنانيا وفتحنا معه الموضوع التالي في نفس هذا التوقيت تقريبا قلت له لماذا تستعرض إسرائيل عضلاتها في لبنان يعني الصاروخ الذي يقتل نصر الله في الطابق السادس تحت الأرض أو الصاروخ الذي يهدم مبنى دون أن يمس أي مبنى إلى جواره وكأنه مشرة جراح أو المسيارة التي تضرب طابقا دون أن تهدم باقي المبنى لماذا هذا الاستعراض؟ قال لي إسرائيل تريد أن تقول لكل الإقليم إنها تحارب بأسلحة الجيل الخامس ونحن ما زلنا في أسلحة الجيل الثاني والثالث وأحيانا نلجأ إلى السيف والدرع والحصان إن لم يكن حمارا يعني جزء من هذا التحليل يمكن أن يكون مضبوطة محاولة استعراض للتسليح الخاص بها والجزء الآخر هو محاولة إعطاء رسالة بأنها تقوم باستهدافات زكية لعدم تحويل الأمر إلى ضمار كنوع من أنواع التسويق الدولي لإحترامها أو إدعاءها لإحترامها للموافق الدولية ولكن هو الهدف الأساسي من استخدام هذا الأمر هو المستهداف منه يعني عندما نتحدث عن استهداف هاشب صفي الدين نحن نتحدث عن ضعف الكمية القنابة التي استخدمت في الاستهداف الذي تم إلى الأمين العام 73 طن صحيح نحن نتحدث عن أن حسب طبيعة الهدف بتقوم بعملية الاستهداف هذا الضمار الذي تم في الضحية في عملية الاستهداف لم تشهده لبنان في تاريخها تقريبا لذلك فكرة استخدام الصاروخ الذي يقوم بإصابة هدف محاولة لأنها فعلت ذلك لكن فعلت آخر عمليات من استخدام قنابل بأطنان وكيلو جرامات كبيرة للتفجير لبعض الأحياء فالاستخدام هنا يخضع لطبيعة المستهدف وتحقييل هدف بل هل صحيح أننا نعاني من فجوة تسليح تكنولوجية أقصد الإقليم في مواجهة إسرائيل؟ برضو ده في مبالغة كثيرة طبعا أكيد في فجوة لأن في الآخر هذا الدعم هو دعم أمريكي عندما تحدث على أن منظوم الثالث على سبيل المثال لم تخرج من الوطنة الأمريكية وأول دولة تحصل عليها هي إسرائيل فهذا التفوق عندما تحدث عن الـ F35 لم تنشر لدى حلفائها طبعا في النيتو الرئيسيين في أوروبا صحيح تصور عندما نتحدث على أن أوائل الدولة تحصلت على الـ F35 بتكنولوجيتها المتقدمة هي إسرائيل لذلك طبيعي التفوق التكنولوجي ليس التفوق إسرائيلي طبعا دولة جيش الاحتلال ودولة الاحتلال تمتلك بعض التفوق في الصوفت وير وهذا معلوم للجميع لكن التفوق العسكري هو تفوق أمريكي يعني إذا وضعنا الموضوع في النصاب الصحيح ليس تفوقا إسرائيلي بل هو تفوقا أمريكيا السلاح المستخدم هو سلاح أمريكي فعندما نتحدث عن تفوق للسلاح المستخدم في حرب الإبادة في غزة وفي لبنان نتحدث على أن هناك تفوق أمريكي في السلاح وليس إسرائيلي في السلاح لأن عندما تقوم الوضعات الأمريكية بواقف شحنات السلاح وبعض الأنواع من السواريخ الزكية لن تتمكن دولة الاحتلال بالفعل هذا الأمر هذا يا سيد أحمد لا يطمئننا ولا يمنحنا أي عزاء على الإطلاق هذا معناها أننا لا يمكن أن ننظر شزرا إلى إسرائيل لأن إسرائيل هي أمريكا في المرآة لا بس خلالنا أقول لك الحاجة هذا التفوق التكنولوجي والنوعي سبت فشل في مصر عندما دخلت في 73 كان هناك تفوق خلال العربيات المضارعة تنزل في مطار العريش بالستيكر بتاعها يعني عدد الكيلومترات المستخدمة 4 كيلو 5 كيلو كانت تخصف كان هناك فرق في المعدات وفي التسليح وفي التكنولوجيا ما بين الجانب المصر والجانب الإسرائيلي في 73 وما حدث هناك انتصار لذلك الحديث التعويل على الانتصارات بالتفوق التكنولوجي التفوق التكنولوجي لن يصنع انتصارات دائما يمكن أن ينهار انهيار الاستغبارات والأكمار الصناعية وأجهزة الاستشعار حول الخط في غلاف غزة والمراقبات والكاميرات وغيره في 7 من أكتوبر هذا أدي إلى فشل يعني التفوق النوعي لم تحمي دولة الاحتلال من أن حد يخش على أرضها ويعمل هذا العمر نفس الأمر مش جديد على فكرة يعني مش 7 كتوبة 20-23 6 كتوبة 73 لكن مذبحة القادة في حزب الله تصيب الكثيرين بالرعب كلهم يقتلون يعني سلسلة القيادة يقصف عمرها تباعا أستاذ أحمد ما تأثير ذلك في تصورك على الجماعة أنا أعتقد أني على المستوى العسكري كان هناك تأثير في الأيام الأولى من بعد عملية الاستدافة وده ظهر في عملية النشاط المقاومة في الجنوب في عملية الاستدافة سواء خلف خطوط العدو أو في داخل الأرض المحتلة أو حتى على عملية المواجهة بعبد الابتياح لجلوب الإبناء لكن أنا أعتقد أن الأمر اختلف كثيرا خلال الأسبوعين الأخرين نحن نتحدث عن معدلات سواريخ تقريبا تقرب من 90% صاروخ يوميا داخل الأرض المحتلة هناك بعض العملات النوعية التي حدثت كما حدثت في قاعدة بن يمينة وقاعدة أو استهداف منزل رئيس الوزراء دولة الاحتلال فهذا الأمر يدل على أن الجناح العسكري والمقاومة بدأت تعيد تماسكها مرة أخرى حدث نوع من الارتباك في الأيام الأولى ما بعد عملية الاختيال لكن الأمر بدأ يتم تجاوزه والتماسك بشكل كبير هذا الأمر سيؤثر على الجانب السياسي يمكن لكن لن يظهر خلال هذه الأيام سيظهر ما بعد وقف إطلاق النوع حتى يظهر لحظة حزب الله على المستوى السياسي اتخذ قرار أعلنه نائب الأمين العام الشيخ نعيم قاصم أو سيد محمد عفيفي المسؤول الإعلامي عندما فوض الرئيس نبيه برن بالتحدث على المستوى السياسي بالنسبة لحزب الله يعني أصبح الآن من يدير الملف السياسي على المستوى الداخل اللدنان وعلى مستوى العلاقة مع القوى الدولية هو رئيس نبيه برن لكن ليس العملياتي ليس العملياتي طبعا أكيد العملياتي الموضوع أخر لذلك أثر استهداف قيارة حزب الله على المستوى السياسي لن يمكن أن أحكم عنها الآن إن أنا ما عنديش معطيات من يدير وما هي قدرة التفاوض السياسي على هذا الأمر لأن المتصدر للمشهد لعملية التفاوض هو رئيس نبيه برن والحكم على رئيس نبيه برن هو حكم كمفوض وليس من يدير المشهد السياسي في حزب الله ومن ثم أثر هذا الأمر على طبيعة العلاقات التحالفات الداخلية على طبيعة المشهد السياسي داخل حزب الله هذا الأمر يظهر ما بعد وقف العدوان من قبل جيش الاحتلال أو الوصول إلى هدنة يمكن الحديث على الأثر هذا الأمر على المشهد السياسي قبل أن ننتقل إلى رصد سريع لتداعيات اغتيال هاشم صفي الدين على الحزب دعني أقول لك ما قصته حرفيا بتعبير فرصة ضائعة قصف بيت نيتانياه هو يثبت أن حزب الله يعرف مكان البيت وبين قوسين لديه تصور ما عن الأوقات التي نيتانياه موجود فيها في البيت لماذا هي ضائعة؟ لأن هناك شح مخابراتي ربما يعني نقص في المعلومات مما جعل نيتانياه لا يكون في بيته له ولا أحد من أسرته في هذه اللحظة هي فرصة ضائعة في تصوري لإثبات أن الحزب ما يزال قادرا على تهديد رؤوس إسرائيل كما يفعل الإسرائيليون برؤوسه صحيح وأنا أعتقد أنها رسالة سياسية في المقام الأول لكنها ضعت طبعا أكيد لكن هي رسالة سياسية في المقام الأول أن كما تمتلك دولة الاحتلال بنك أهداف فأن المقاومة تمتلك أيضا بنك أهداف لكن انظر إلى الفارق في التنفيذ يا أستاذ أحمد أكيد طبعا هناك فارق أكيد هناك فارق يعني نتحدث عن فرق ما بين عناصر وما بين جيوش نظامية هناك فارق أكيد طبيعة العمل نفسه والتحليل والمعدات والترتيب هناك فارق لكن حتى هذه اللحظة أنا أعتقد أن على المستوى العسكري هناك توفق أوضاع سريع هناك قدرات في الجنوب لمنع تقدم جيش الاحتلال حتى هذه اللحظة إذا استمر هذا الأمر يعني جيدا من وجهة نظري أن الهدف الاستراتيجي بالنسبة للاجتياح لجنوب لبنان لم يتحقق ومن ثم الهدف السياسي أيضا لم يتحقق من وجهة نظري وما يعني أن هناك هزيمة محققة بالنسبة للجيش الاحتلال